السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هقدمها الفترة لجاء ان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تحديدة النهاردة هنتكلم عن التفكير المستمر في الاشخاص الحقيقة بيجي لي سؤال مهم جدا جدا انا ليه بحب الشخص ده ومتعلق بالشخص ده مع انه مش من نصيبي ليه ربنا وضعه في طريقي وخلاني احبه وخلاني افكر فيه واحنا مش مكتوبين لبعض ايه الحكمة من كده ليه انا بتعذب بهذا التفكير وبهذا الشخص عايز اعيش حياتي مطمئن بشكل طبيعي مش عارف حاولت اخرج الشخص من تفكيري وابعد عنه وكرهه مش قادر ليه كل اللي بيحصل لي ده ليه بحس ان انا بقابل الشخص اللي انا بحبه في وقت ما ينفعش ان احنا نرتبط فيه ببعض الاجابة بكل بساطة فيك انت انت اللي خليت نفسك كده انت اللي خليت نفسك عرضة لهجمات تفكير الاخرم فيك اي شخص مطافق معك طقيا يفكر فيك تنجذب ليه تتعلق به تفضل تفكر فيه يفضل يجذبك وتتعلق به علشان كده بقول لكم دايما لازم يكون مجالكم الطاقي قوي يعني ايه مجالكم الطاقي قوي وايه هو المجال الطاقي ده اصلا مجالك الطاقي ده هو عامل زي البيت اللي انت عايش فيه بيحميك بيحميك من اي هجمات لو البيت الجدران بتاعته مش قوية ايه هجمة هتوقعه وهتهده اما لو البيت الحوائط والخرسانة بتاعته قوية ما فيش اي حاجة هتأثر فيه فانت لازم تقوي مجالك الطاقي علشان مش ايه شخص يفكر فيك تنجذب اليه تتعلق به لازم تحمي نفسك كويس جدا 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 انت اللي سايب نفسك وسايب روحك وسايب عقلك وسايب آآ زهنك من غير تنمية ما بتغذهمش انت آآ زي ما بيقوله كده فاضي من جواك علشان كده اي شخص ممكن يأثر فيك اي شخص زبزباته متساوية مع زبزباتك لو فكر فيك وبعد لقطاقة حب مارس تمر انت خطر بسيط جدا عليك هتتأثر وهتحس انت بتحبه ومرتبط به الشعور اللي انت بتحسه ده وحاسس ان التفكير ده جالك في وقت غلط ممكن تكون رسالة رسالة تعلمك شيء تتعلم منها شيء تتعلم منها انك ما تتعلقش باشخاص تتعلق بربنا تتعلق بالخالق تنمي روحك تغذي روحك زي ما بتغذي جسدك لازم تغذي روحك تقوي روحك زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت الروح جزء من المجال الطاق العقل جزء من المجال الطاق بننمي العقل ازاي بننمي روحنا ازاي بنقوي روحانياتنا ازاي زي ما قلت بالصلاة بالصوم بالزكاة بالصدقة بالاستغفار بقراءة القرآن بالأسكار كل الحاجات دي بتنمي الجانب الروحي يا انسان فانت الجانب الروحي عندك فاضي ما فيهوش شيء والجانب العقلي عندك فاضي ما فيهوش شيء فبتتعلق بسرعة جدا جدا باي شخص حتى لو مارس تمر انت خطر بسيط تلاقي نفسك بتحبه متعلق بيه لكن انت لو مغزي روحك كويس منمي عقلك كويس بتشتغل على نفسك كتير عشان تقوي نفسك وتعلي ثقتك بنفسك وتقوي مجالك الطاقة عشان تقدر تواجه الاشخاص من حولك تقدر تواجه العالم من حولك تقدر تبقى قوي قدام الأزمات ما قلتلكش لأ خليك جبل قدام الأزمات لأ كلنا بنضعف كلنا بنبكي البكاء برضو هو متنفس طبيعي لما بنحس بالألم كل انسان بيشعر بالألم وبيشعر بالضيق وبيشعر بالألم نفسك كبير جدا لما بيواجه أشخاص أو بيواجه مواقف لكن الحتة الزكية في الإنسان إن هو ينمي نفسه علشان ما ينجرفش وراء الأحزان وراء الألم النفسي ويحصل له مضعفات لا يقوم بسرعة ويجدد من نفسه بسرعة ويطور ذاته بسرعة ما يحسش إن الألم أثر عليه أكتر من اللازم هو ده برضه في التفكير المستمر ما تحس إن أنت متعلق بأشخاص لما جالك الطاقة قوي هتقدر تواجه لما جالك الطاقة ضعيف هتحس إن أنت بتنجرف وراء الشخص وتتعلق أكتر بالشخص وكل ما تحاول تنسى لا هتفتكره أكتر وأكتر ف مش شرط إن ربنا وضع الشخص ده في طريقك لأنه مش بيحبك أو بيعزبك لا ممكن ربنا عايزك تتقرب منه عايزك تلجأ له تدعيه عايز ينمي الجانب الروحي فيك هتلجأ لربنا هتدعيه كتير هتبكي الدعاء ده هيقربك من ربنا أكتر ممكن يغير فيك حاجات ممكن تكون مش منتظم في الصلاة تلاقي نفسك بدأت تنتظم وتدعي ربنا وتصلي وتلاقي حياتك اتغيرت للأفضل ادعي ربنا كتير ادعوا ربنا كتير في الفترة دي تقربوا من ربنا كتير في هذه الفترة اللي انتم بتعانوا منها من هذا التفكير المستبر انا عايزاكم تكونوا اشخاص اقوياء كلنا بيجينا زي ما قلت لحظات ضعف مش عايب لكن العيب ان احنا نفضل حطين رأسنا في الارض ونفضل نحزن على هذه الامور لوقت جبير جدا جدا وقتك غالي عليك وقت الانسان لازم تعرفوا ان وقت الانسان غالي عليه جدا جدا وقتك استغله استغله هتستغله في ايه استغله ان انت تساعد انسان صدقني لو ساعدت انسان لو ساعدت طفل لو ساعدت امرأة لو علمت شخص شيء هتحس بسعادة ما بعدها سعادة عشان كده بقول لكم نموا الجانب العقلي شوفوا انت ربنا معيزكم بايه كل انسان ربنا معيزه بشيء معين انت فيك كنز اكتشف الكنز اللي جواك ونميه وحاول تساعد بالاخرين صدقني هتحس هتحس اصلا انت ما عندكش وقت ان انت تنشغل باشخاص ولا تفكر في اشخاص انت بتفكر في اشخاص لان انت زي ما قلت فاضي من جوه الجانب العقلي عندك عايز يتنمى شوف انت ربنا معيزك بايه قوي هذه الميزة عندك حاول تعلم الناس اقرأ كتير افهم كتير مش تقرأ وتفهم لا ده انت تطبق اللي بتفهمه واللي بتتعلمه حاول تساعد الناس من حولك صدقني هتحس بطاقة خير وطاقة ايجابية وطاقة حب كبيرة جدا جدا وعمرك ما هتتعلق باشخاص ابدا 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 نفذوا الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده صدقوني هتتغيروا للافضل مش شرط ان انت مثلا بقى جواك حاجة وما انت المجال بتاعك ما فيوش امكانية ان انت تظهر نفسك لا انت بمجرد بس انت لو تصدقت صدقة ساعدت بقى انسان ده هيحسسك بشعور جميل جدا جدا وقتك استغله وقتك استغله في عبادة ربنا في في الشغل اللي بتشتغله في تنظيم وقتك يعني اخلي حياتك عبارة عن سبا انت هيستصل فيه لأعلى درجة انما طول ما انت واقف محلك سر عمال تفكر في شخص لأ حبني لأ ما حبنيش هتفضل واقف مكانك هتفضل متعلق بالشخص لا هتطلع ولا هتنزل ولا حياتك هتتغير وهتفضل عيش وهتفضل عيش في هذه المأساة لفترة كبيرة جدا جدا يبقى الحل اللي احنا نغير من نفسنا ونعلي ثقاتنا بنفسنا ما فيش مخلوق على وجه الارض يهز ثقاتنا في نفسنا لازم نقدر ذاتنا كويس جدا جدا علشان الاخرين يقدرونه ويعملولنا الف حساب ويحبونا زي ما احنا بنحبهم وبنفكر فيهم ومتعلقين بهم هم اللي يتعلقوا بنا هم اللي يتعلقوا بروحنا ليه لان احنا روحنا اصبحت شعلة ايجابية بتشعع الخير بتشعع السلام بتشعع الحب في اي مكان موجودة فيه لازم تعرفوا ان كل حياتنا عبارة عن طاقة الحياة كلها عبارة عن طاقات بنحس بيها شعور بنشعر بيه بيوجيهنا بيخلينا نتصرف سلوكيات معينة نفعل افعال معينة نتكلم بالفظ معينة من خلال الطاقة اللي بنحسها وبنشعر بيها لازم نغير من نفسنا عشان نتغير صحح ترجمة نانسي قنقر